موسيقى اسمي نوف اول ما تخرج من الثانوية كنت ابا ادرس اعلام تم تخصص الاعلام يراودني ويختر عبالي لاني اشوف مكاني فيه واللي دفعني لدراسة الاعلام هو قراءتي للكتب من يوم كنت صغيرة وهذا الشيء نما ثقافتي وصرت اقرأ الاخبار والصحف قررت اني احول حلمي الواقع وادرس الاعلام في جامعة عجمال في يوم من الايام كلمتني الدكتورة مها عن المسابقة والمسابقة كانت عن الاخبار المفبركة واقترحت علي اني اشارك فيها طبعا جذبني موضوع المسابقة لانها الموضوع يتكرر في هذه الايام ومرة من المرات وصلني خبر مفبرك وازعجني واللي ازعجني اكثر ان الناس يصدقون كل شيء يوصلهم عن طريق الواتساب ويتداولون بينهم ويتناقشهم فيه وهذا الشيء خلاني ادرك ان الاخبار تحاكي اطباع البشع وهي عرضة للخطأ والصواب وليست حقيقة منزلة كانت فرصة اني اتحدى نفسي واطور منها بالفعل اشتركت في المسابقة اشرفت الدكتورة مها على البحث والحمد الله الفوز كان من نصيبي فست بالمركز الثاني كنت في قمة ساعاتي لما نادى واسمي على المنصة بعدها اللحظة اكتشفت نقاط القوة عندي وصار عندي هدف يدي اللي هو ممكن اتخصص في الاعلام الامني عشان اساهم في تنمية جيل اكثر واعي ومسؤولية هذا الانجاز حققته نتيجة تشجيع عائلتي ومساندة الدكاترة اللي اكتشفوا فيني الموهبة وطوروها هذا كله بتوفيق من رب العالمين